هنبدأ ان شاء الله دلوقتي محاضرة اه هنبدأ محاضرة يونت تسعة الانترنت وطبعا يا شباب احنا درسنا في المادة بتاعتنا كزا نوع من البرامج او اللي هي اللي ساميها بنستخدم اللي بنعمل بيها برامج مستقلة او برامج بيشتغل على الجهاز لوحده بيسموه بعدين اتكلمنا على البرامج اللي بتشتغل اللي هي بتطلع على هيئة ويندو لو تفكروا فيها ازرار وفيها انتر اكشن ولها لسنر النهاردة هننقل بقى خلاص على موضوع جديد هنستعمل حاجة اسمها انترنت برامج يعني عايزين آآ نعمل برنامج يشتغل عن فريد انترنت فهتكتب الكود جابا وكود الجابا ده تحطيه على الانترنت ويشتغل بها فماده ايه ممكن افي شوية نظري لازم نبدأ بالنظر اللي نفهمه كله كل النظر اللي موجود هناخده دلوقتي خطوك مواد دلوقتي وخمسطاشر او مواد اي بي ادرس سوكت كل المعلومات دي ايه اساسية ولازم كلنا نكون عبنة تعالوا كنا نشوف اول حاجة خالص بيعرفنا شوية ديفينيشن انا كتبلوكوا هون من واحد لخمسة ديفينيشن مجرد بس ييجي في الامتحان ملتبل شايس او تكلم عنه فا دستريبيوتيد سيستم يعني ايه دستريبيوتيد سيستم يعني زي ما انت شايفين كده بصوا معي لو انت عندك خليكوا معي يا شباب شوية لو انت عندك كومبيوتر وكمبيوتر وكمبيوتر مثلا ده بتاع الطالب الاول كومبيوتر وان كومبيوتر تو كومبيوتر تري ووصلناهم مع بعض من خلال الشبكة خلي بالك ووصلناهم مع بعض من خلال الشبكة اللي يحصل يبقى عندنا دستريبيوتيد سيستم يبقى دستريبيوتر سيستم هو برنامج موجود على مجموعة من البيسي متصلة بالشبكة مجموعة من البيسي مجموعة من الاجهزة في اكثر من مكان مواقع مختلفة متصلة بالشبكة البرنامج اللي بتنزيله عليهم بيكون اسمه دستريبيوتر أبليكيشن تاني دستريبيوتر سيستم او دستريبيوتر أبليكيشن هو برنامج موجود على مجموعة من الاجهزة الموزعة في اكثر من موقع مختلفة متصلة من خلال الشبكة مختلفة متصلة من الخلال الشبكة هذه الروحة مثل الموزعة التي تحتاجها في علاوة الموزعة الريد تحتاجها برنامج موجود على موزعة البيترنت وحسب الألمس تحتاجها كم من البيتربيوتر أو البيتربيوتر أبليكيشن نعم جميع ولكن لو كاتبوا لنا هنا فتحضروا بقى كاتب بيقول لنا functions and data are distributed البيانات والمهام موزعة أهم كلمة عندنا الكلمة دي أحمد موزعة across this computer يبقى البرنامج بيكون موزعة الdatabase عند مثلا X والمعلومات عند Y أو الشاشات عند Y والكلينت بيكون في مكان تاني بيتصل بي في نوع اسمه two-tier architecture أو client server client server ده فكرته ان يكون فيه server يقدم المعلومات و client يطلب المعلومات client server بالضبط بالضبط نفس المثال بتاع lms بمعنى hbc may be defined as either client or server يعني كل واحد فينا اما يكون client اما يكون server لو انت server طب ايه الفرق بين الاثنين تعالوا كده نشوف ده خليكم معي كده اصلا ده computer pc وده computer تاني وتوصلوا مع بعض بشبكة طب وايه الفرق؟ الفرق ان جبنا برنامج اضاخي نزلنا عند ده البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه server فالserver بيقدم بيقدم service فالجهاز اللي مميز فيكو اللي بيقدم service هنسميه server استفادنا ايه؟ ان الناس كلها هتتصل بيه تاخد منه المعلومات وترجعها مرة تانية يعني السيرفر هو جهاز عادي نزلت عليه برنامج يعني حضرتك بالبيت الكمبيوتر بتاعك احنا توصل بالانترنت بس ابنتي climate تدخلي على موقع الجامعة ابنتي بتطلبي request من موقع الجامعة تدخل على موقع انترنت ابنتي تطلبي request من موقع انترنت طب انا عايزة بقى server والناس ستتصل بيه نزل برنامج اسمه ايه البرنامج؟ اسمه server فيه انواع اه فيه انواع شركات تدير بتعمل server php بتعمل حاجة اسمها apache server iis server المهم يعني البرنامج ده تنزليه من الانترنت تدخلي على الانترنت تقولي web server يبليك برنامج تنزليه على الكمبيوتر بتاعك يبقى انت تحولت من client الى server ايه الفرق ان الناس تدخل عليك يبقى ليك i-b طبعا بتعمل بقى اتفاق او بتشتري domain من شركة الاتصالات او من غير domain فيه ناس بتعمل server بداعها بال i-b تشوف ال i-b بتاعك كام ان انت مشترك بيه dsl بتاعك في البيت ويبقى هو ده ال server ال i-b بتاعك بس الناس ما تدخل عليك ما تدخلش بقى ايه www لاقي كامل i-b المهم نتشرك بس ده بس ده ده بس ده 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 بس ده ده يعني ايه يعني هي كده بتكونك على جهازها مباشرة لكن ال web server لا انت حتى احطي موقع اسمه عداري.com صفحتك واي حد يكتب عداري.com يروح على ال server بتاعك من غير ما يعمل اجراء off لكن انت التاني هي نفس الفكرة بتتنزل ال team viewer برنامج صح وتكون نكي عشان تشتعل عليه من البيت او من العكس من البيت تكون نكت على جهاز الدوام تشتغل عليه ده اتصال مباشر لكن التاني لا نفس الفكرة server فالمهم ان احنا تحولنا الى ايه الى server يبقى خدي بالك معنا اول حاجة بنتكلم عنها distributed system بدأنا ان نتكلم عن two tier architecture يعني client server ومعناها ان في ناس فينا هيكونوا هما client طالب الخدمة server مقدم الخدمة بس الفرق بين الاثنين ده عنده برنامج اضافي طالب الخدمة مقدم الخدمة نقرى بقى كده مع بعض server is a computer that manage data الكمبيوتر بيعمل ايه يا جماعة manage data بيدير البيانات يعني بيمسؤول عن البيانات زي البيان الماس manage بيانات طوله احب رقمك الجماعة يطلع عليك درجاتك او manage حاجة تانية printer يعني فيه دلوقتي هنا حتى في المعهد printer server printer server ده اي بي لو انا عايز اضبع حاجة اكتب الاي بي يجيلي هنا على الكمبيوتر ادي له طباعة هو يضبع عندهم اربعة مكينات بصوير مثلا يضبع بقى على اي واحدة فاضية يبقى انا مش بتصل البرينتر انا بتصل بالسيرفر بتاع البرينتر بيعمل ايه السيرفر ده متسجل عنده كل البرينتر وعنده المعلومات انا ابعت له وهو يشوف البرينتر فاضي يوزع لها يبقى ده سيرفر بس بيقدم service للايه printing فيه file server اللي هو الاف تي بي اللي الناس بتنزل منه افلام وداونلود ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش حاجات كده تلاقي يقول لك مش عارف موقع كذا ادخل اف تي بي دونلود صح؟ ده سيرفر بس بيقدم خدمة تنزيل الملفات يبقى file server web server ويب بقى صفحات انترنت او printer server مفقنا؟ واضح؟ يبقى ده او network traffic server ان انا عايزة منيج network وده موضوع مش بتابعنا بقى client طب مين هو client client هو البي سي العادي او الوركستيشن ال user run program or ui اللي هو انت هتطلب منه يبقى ده تقدروا تعتبروه الطالب اللي هو ال student في الجامعة والاولاني ده مين ال lms ده ال lms بتاع بتاع الجامعة client request service منين؟ يا جماعة client اهيك جملة client يطلب الخدمة من مين؟ من السيرفر بس كده how to identify host on a web ازاي نعرف ال host؟ يعني ايه ال host؟ في شوية معلومات مهمة كده لازم نعرفها عايزة اقول لكم على القصة كده كلكم المفروض تكونوا سمعتوا عنها او دراستوها كل الناس على الانترنت لها IP فاشهر IP 192 168 مثلا يعني 23 ايه ده؟ ده IP address ده موقعي مثلا يعني ده IP بفاعي خلاص رقمي بس انا عشان اقول لكم الموقع بتاعي كل ما تحفظون ارقامي كده عشان تخشي على جوجل تخش على 122 169 تسعة ثلاثة مش هتحفظني فبالتالي عاملين حاجة اسمها جدول المبابا بنتها البساطة الشكل بها كده جدول الجدول ده بالزبط بالزبط زي الفون بوك بتاعك تليفون مش انت عنك دليل هواتف تليفون انت حافظ ارقام حاجة؟ ولا حد خلص صح؟ مفيش حد بيحفظ ارقام نهائية ممكن رقم تليفون البيت بتاعك مش حافظ بتوصل لكده سعادة يعني مش قوي بس يعني عاصل ايه؟ ما بتتفكرش بالتليفون انت بتتعامل بالايه؟ بالاسم صح؟ فاحنا هنا عندنا كده host name زي ما الفون number name لأ انا حكتب www.cnm.com ففي جدول في الانترنت الجدول ده اسمه DNS الـ DNS ده عبارة عن ايه؟ الفون بوك الفون بوك متسجل في الـ IP Address ويقابله الـ host name حضرتك لما تدخلي على الموقع تكتبي الموقع بس هو في الحقيقة الموقع ده مش متسجل يروح للـ host name يدور على الرقم ويتصل به زي ما تتصل به زي ما تتصل به اسمينتك يفتحي التليفون تطلعي اسمها تغطي على الـ F يروح يشوف الرقم ويتصل بالرقم ده نفس الكلام typical ايه بقى اللي بيعمل القصة دي في الكمبيوتر؟ اسمه domain name service domain name service طيب لسه لسه طيب قمال عشان نستعمل domain name service لازم يكون عندنا حاجتين مهمين جدا ده العليمين اللي انا قلت عليه اسمه symbolic address يعني عنوانك بالرموز او بالاسماء اسمه ايه؟ symbolic address اسألت الـ multiple choices نخلاص منه symbolic address طب وده numeric address ده الرقم يبقى ده رقمك الحقيقي وده بالرموز يبقى ده numeric address وده symbolic address اسمعوا كده كيف نحدد الـ host الـ host المفضيف اللي هو سيربر يعني على الانترنت يا اما باستخدام symbolic address والمثال open university مش عارف ايه؟ اهو شطاح كده او بالـ numeric address اللي هو اسمه ايه؟ IP address وكلكم عارفين الـ IP address اللي هو انترنت protocol صح؟ address for example الانترنت protocol اللي احنا شايفين ده مين اللي بيقدم الخدمة دي؟ اسمه ايه؟ رقم اربعة DNS domain name service part of internet جزء من الانترنت keep track يعني ايه؟ بص يمين PIB track تشوفي شمال الطحية المقبلة وتحافظ لنا على المعلومات بيهيزن المعلومات افتكري بالضبط DNS زي phone book الضيث زي دليل الهاتف لا تبصي الله ما في شكل اللي أنا اراكمه هذا بالضبط لكن ده على الانترنت فمجرد ما حد في كيته ويكتب الموقع هو على طول يمد اهد يشوف المعنى ويتصف به الاي في ده. بيواصلك للموقع. اتفقنا. يبقى. يبقى. خامس حاجة حنبدأ بقى الشغل اللي بجد. كل اللي فادة كان كده ايه? مقدمة بسيطة. كان مقدمة بسيطة عشان لازم يكون عندنا خلفية. احنا بنسجل من النهاردة? اه احنا بنسجل. فكله يعني النهاردة المحاضرة خفيفة. انا قلت للشوابة اتفقت معهم حسجلها. واحتفظوا الملاب في النهاردة تجربوه. مش الحال. اذا بعد كده احنا حدد الموعيد والتسجيل حيبقى بالليل موجود على الانترنت. يعني همعك لكم اللينك على الجروب بتاعكم. فانتوا جربوا معاني بالوقتي بس ركزوا. وجربوا وشوفوا في البيت الصوت هيكون واضح. التسجيل هيكون ما فيهم. هتعرفي تدريسي منه. بس كل احد ينزلوا على الكمبيوتر او ينزلوا على على التليفون حسنا. يعني ما تقليش انه حاجة توت ان شاء الله. حاجة مهمة بداية كلامنا بقى الحقيقي يو ار ال. من اللي جاي حفظ. الفات كله كان كده. باك جراوند عشان نعرف احنا عن نشتغل في ايه. لكن من دلوقتي يو ار ال يا شباب. كلاس في الجاوا. عندنا في الجاوا كلاس اسم ايه؟ يو ار ال. يعني ايه يو ار ال؟ يونيفورد ريسورس لو كيتور. از يونيك ايدنتفاير فور سيرفر اون انترنت. يو ار ال يعني عنوانك في الانترنت دي الكامل. ركز معي. اخد ده لك من اللي هقولي. احمد. ماشي. بصوا شباب. هل زين نشوف حتة كده؟ بصوا كده معي. كلكم عارفين موقع الجامعة او اي موقع. اتش. اللي يوم بيكتبوا كده. اتش تي تي بي. صح? مقطتين. سلاش سلاش صح? وبعدين يكتبوا ايه? دابل يو دابل يو دابل يو دوت اي او يو. مسلا دوت كم? دوت كيو كويت. مسلا افرج. وبعدين لما تيجي تدخل على على درجتك مسلا او تنزل المراجعات اللي الدكتور هتطهالكو او الاختبارات مسلا. فتلاقي سلاش صح? وتلاقي مسلا ايه موق? مسلا يعني. وسلاش واسم الملف الفين وسبعتاش اا دوت بي دي اف. ده بالزبط اللي بنلاقيه. اللي احنا شايفينه ده كله متكون من تلات مقاطع. ادي المقطع الاول. اسمه الديوريكتوري. يعني ده كمبيوتر الجامعة. انت دلوقتي شابك على ايه? كمبيوتر الجامعة. جوا كمبيوتر الجامعة فيه بماثار. عارفين سي جوا ملف كزا جوا ملف. فده الديوريكتوري او ايه? او بتاع الملف اللي انت بتعمله دونلود. طب والمقطع التاني يا احمد اهو المقطع التاني ده كله. ايه ده? ده الادرس. ما انت عايز كمبيوتر معين صح? والجزء الاول ده ايه? ده البروتوكول. تعالوا نفهم بقى. انا مش عايز كتاب انا عايزكم بس تفهموا معايا الفكرة. والكلام حتى بيتسجل يعني ما حدش يعلم. البروتوكول. تعالوا نفهمها كده? حضرتك بتدخلي على العنوان ده. يبقى انت رايحة على الموقع بتاع ايه? الجامعة العربية? مش رايحة على الجامعة الامريكية. ولما روحتي الجامعة العربية. الجزء اللي في النص. دخلتي جوا ملف معين في الجامعة العربية. اسمه ايه? اسمه الموف اجزام بتاع السنة دي. فده الديوريكتوري او اللي جوا سيرفر او جهاز الجامعة العربية. بس انت تدخل الجامعة العربية باكتر من شكل. او تدخل موقع الجامعة باكتر من شكل. لو كتبت لو كتبت هنا FTP يبقى انت بتنزل ملفات ده البرتوكول البرتوكول يعني طريقة الاتصال انت بتتصل بها بغرض ايه بتتصل بيك بتتصل بمين هنا بالادرس صح بغرض ايه بغرض تنزيل الملفات ولا غرض التصفح شايفين؟ وفيه حاجات تانية بقى كثير مش مطلوبة مننا احتخذوها في مواد الشبكات مواد تيك قولها فيها الكلام ده ما اعرفش بقى خطة تيمية 75 ما اعرفش يعني ايه المحتوى بس هي بتتاخد فيها FTP صح؟ والSMTP ده بتاع الانترنت ومثلا SimpleMail Transfer Protocol ده بتاع الانترنت في غيره في حاجات كتير كل الحاجات اللي احنا انتصب بها اشهر حاجة بنستعملها كلكم تفتحوا دلوقتي في التليفون www.google.com كتب لوحده Automatic HTTP ليه؟ الديفولت ان انا داخل للتصفح مهمنا؟ طب التلاتة دول مع بعض اسموهم ايه؟ اسموهم URL يبقى ده عنوانك بالكامل العنوان مع البرتوكول مع البرتوكول ده كلاس في الجابا عرفوا في الجابا كلاس بيقدم خدمة الاتصال يبقى احنا النهاردة هدفنا في اخر المحاضرة دي عشان نخلصها لازم حضرتك بكتيبي كلاس والناس تعمل كنكت على كلاس بتاعك يبقى احنا عمحاضرتنا النهاردة ايه؟ انترنت بروجرامنج احنا نعمل بروجرامنج على طريق الانترنت في طو وي الطريقة اللي هنقولها دلوقتي هي اللي علينا الطريقة الثانية الدكتور لغيها من كورسين ثلاثة هم لغيين الكود اللي عليها هنشوك بس الخطوات لكن الكود مش مطلوب من ذلك اوكي؟ اللي هي طريقة فهم يا شباب URL هو ايه؟ جابا كلاس بيكومن كم حاجة؟ ده كأن لكم ستراكتور صح؟ حد قبل مقلب الصفحة وانتو كتخين عندكم كده لو انا حبيت اعمل URL اكتب ايه؟ اكتب الكلاس URL انتو اتعلمتو ازاي نعمل صح؟ هسميه ايه؟ هسميه اي حاجة صح؟ U1 يساوي ها؟ السؤال حيجي في الامتحان يا جماعة فنخلي بالنا أكيد بياخد ايه ده مين ده؟ ده كونستراكتور صح؟ فحياخد تلات حاجات احنا عندنا تلاتة كونستراكتور في كونستراكتور بياخد التلاتة في كونستراكتور بياخد واحدة في كونستراكتور بياخد يبقى ده مين ده ايه؟ كونستراكتور وفي كونستراكتور اللي هو المسؤول عن انشاء اوبريكت صح؟ انا اقدر اعمل كم URL؟ 100 URL مش بتدخلوا على الصفحة الرئيسية تلاقي عالم دولة مثلا الكويت والبحرين الفروع صح؟ كل واحد في URL مختلف عن التاني دول كل واحد بس بجمعينهم في صفقة واحدة فكل واحدة من البلاد تضغطي عليها انتي عندك كم URL للكويت و URL اهو كويت يبقى هيكون نوعه URL بس اكيد الادرس هيكون مختلف صح؟ وبعدين URL البحرين URL السعودية URL مصر بلاد كتير المشتركة في الجامعة العربية وصلت الفكرة؟ طيب نكمل المهمة فهمنا الفكرة يعني اللي احنا عايزين نقوله تمام تعالوا بعد ان نشتغل هذه اللي انا قلته بالضبط بس ياريت تكونوا خلاص الناس تحفظوا معي URL Uniform Resource Locator Is Unique Identifier بيكون وحيد لا يتكرر مستحيل اثنين في الانترنت زي رقم التليفون في رقم التليفون ما فيش حد عنده رقم زي رقم المدني وحيد لا يتكرر فكمان URL بيكون وحيد ولا يتكرر بيتكون من ايه يا شباب اللي احنا قلنا اهي يمكن هنا بس على الرسمة دي مش واضحة ده مين HTTP ده وده مين ده الhost name صح؟ الادرس الادرس اللي هو الhost name ومن اول سلاش بصي فيه فولدر اسمه كومبيوتنج جواه سطاف جواه صفحة HTML ده مين ده الفولدر او الـ اللي احنا بنتصل به ويبقى في جوافا تقدر تصرفي URL ماهي الفرق من الثلاثة يا أستاذ أحمد؟ اول حاجة URL OU New URL واخد مني URL كامل او اول شكل من الاشكال الشكل ثاني انه هو ياخد مني البرتوكول لوحده في فرامتر وبعدين ها الhost الهوست الوحده او ياخد مني البرتوكول بصوا بيغير البرتوكول اعرفكم ان الروبوتكول بيختلف مرة FTP مرة HTTB على الكفة طب احنا في الامتحان مطلوب مننا ولا حاجة مطلوب مننا بس اللي نحفظه بطريقة كتابة سطر اليور اقل له ان نكتبه في الامتحان لكن اللي جواهه هيدهوه نعطيه في الامتحان ان شاء الله طيب FTP Open كذا و ايه ده ده بيسموه الport هنشرح دلوقتي يعني ايه port الport يعني المخرى اوضح انا حكاية الport دي دلوقتي بس خلينا نقول port وبعدين ايه بقى قصة الport والسوكت والكلام ده هليكم معايا شوية كده عشان تاخدوا بالكم من الحتة دي مهمة حضرتك لما تشتري جهاز كمبيوتر في البيت زمان زمان وتبت يجيبوا مودم حد فاكر قبل ما يبقى فيه DSL والحاجات دي كان الاتصال بخط الانترنت فاكرة تجيبي المودم وتوصلي التليفون ويتقصل فاول ما اشتري الكمبيوتر انا ما عنديش مخارج انا اقدر استخدم الكمبيوتر برسنال انترنالي بس طب انا عايز ازبوك على الانترنت العصر اللي احنا فيه دلوقتي بتشتري او انت بتشتري بمعاه النتورك كارد بيكون فيه مخرج كم مخرج هما مش مخرج واحد دول اربعة وستين الف مخرج يعني مخرج يعني وصيلة اتصال الكمبيوتر بالعالم الخارج مجرد ما تشبكيه بكابل الانترنت او كابل دي اس ال او واي فاي حتى زي ما بيقول زي ملكو يبقى انت كده اتصلت بالبرة نفعنا؟ يبقى الكمبيوتر يتصل بالبرة عن طريق حاجة اسمها المخرج اللي هو ايه المخرج اللي هو بورت نمبر طب احنا عندنا كان بورت اربعة وستين الف وشوية بس احنا مش مطلوب حفظ الرقب اربعة وستين الف في منهم حاجات ريزيرفد انا مش عايز ادخل في النتورك عندنا الف اربعة وعشرين ريزيرفد بورت فمثلا معروف كده بورت تمانين و بورت تمانين تمانين دول بتوع البروزن سمعتوا عن بورت تمانين و بورت تمانين تمانين؟ اكيد سمعنا عنه في اي مادة من المواد؟ لا سمعت ما سمعتش اعرف ان التصفح كل اللي انتو بتعملوه على الانترنت براوزن بيبقى من خلال بورت كام زي؟ بيبقى من خلال بورت تمانين لكن لما حضراتك تروحي على موقع ال جامعة ويقولك تنزلي الواجب وانت بتعملي فانت بتستعملي بورت رقم خمسة وعشرين عشان ده بورت ملفات الاف تي بي اما التمانين تمانين وتمانين ده بتاع الايه؟ بتاع الاتش اتش تي تي بي اما البورت التلاتة وعشرين بتاع الايه؟ بتاع الميل اس ام تي بي سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول طيب احنا نحفظ يعني لو عايز تعرف تعرف التلاتة ما ديجيش الكلام ده الا ويكون عارف بس مش ارقام البورت في المطلوبة مطلوب نفهم الفكرة طيب وانا عندي بورت انا عايز اتصل بيبقى عندك كمان حاجة مهمة اي بي ادرس صح؟ رقمك اللي انت اشتريته او حجزت به انترنت اللما تشترك في الانترنت بيدولك اكاونت الانترنت فانت عندك اي بي يبقى انت عندي كم معلومة البورت والايه؟ اخيرا كل واحد فينا الكمبيوتر بتقعوه فيه حاجة اسمها سوكت السوكت عبارة عن مش عايز اكتر من كده ده اللي هيتحفظ اللي تحفظيه السوكت ما هو السوكت هو اي بي زائد كورت نمبر كل واحد فيكو في الكمبيوتر وفي التليفون بتقعوه دلوقتي اذا ما عندك انترنتي ما عندك سوكت اي هو السوكت اي بي نمبر زائد كورت مخرج الاتنين مع بعض يكون لنا حاجة اسمها سوكت طيب ده فزيكال سوكت السوكت ده المخرج ده اللي هو الجاك اللي بيركب ده ده فزيكال بيسموه سوكت انتو بتسموه كده لكن في البرو جرامنج او في الناس بيسموه سوكت مين السوكت ده جابا كلاس تاني جابا كلاس نتعرف حاني النهاردة عندنا جابا كلاس اسمه يا جماعة اسمه ما هو السوكت انه حضرتك انتو كلي على الانترنت يكون لك اي بي ادرس و كورت نمبر مع بعض بيسموه طيب حد فيكو انتو كلكو كده عندوك الجهاز ده فالجهاز بتاعكو ده بي سي في اي اي بي و ادرس يعني عندنا يعني عندنا سوكت واحد تاني زميلو اي بي سي احمله هو اللعبة بتاعكو ده واحد تاني زميلو عايز يشتري كمبيوتر فانت لما اشتريت كمبيوتر عندك اي بي و عندك اي بي يعني عندك ايه سوكت صح بس انا عايز واحد فيهم واحد فيهم يكون واحد فيهم يكون كلاينت واحد يكون كلاينت والتاني يكون سيرفر ايه ده؟ يعني ده يعمل ايه؟ ينزل برنامج اضافي اسمعي الفرق ده بين الاتنين البرنامج الاضافي مش انت عندك فورت زميلوكو لسه بتقولي دولوقتي زي بالزبط لما تكون في الدوام وعايز اشبك على جهاز البيت صح؟ هي كده الجهازين زي بعض بس التوشبك بينهم عن طريق الناتروت السوكت ده بتوصله بالسوكت ده فاهم؟ يعني هي بتاخد الاعدادات بتاع السوكت بتاع البيت وفي الدوام او العكس ومحطها هنا فتوشبك ده بس كده الاتنين زي بعض لأ احنا عايزين نحول ده الايه؟ لسيرفر فبتنزل برنامج بص اسمع كده؟ بيعمل لسينار فاخدنا كلمة لسينار يعني السوكت ده فيه كأن شخص مقعدينه يسمع ايه؟ يسمع الطلبات فبقى حضرتك انت الطالب وده الالماس لما الطالب يطلب طلب السوكت عنده ايه؟ يسمع طلبك فيرد على طلبك فتكتبي مثلا موقع الجامعة فيجيلك الرد صح تحط يوزر و باسفورد فياخد منك المعلومات يفهمها عشان عنده لسينار ويرد عليك بالإيه؟ باللوجن بعدين تحط رقمك الجامعة عشان تستعلم على دركتك يجيلك دركتك يبقى ايه الفرق بين الكمبيوتر بتاعك اللي في البيت وكمبيوتر المس في الجامعة؟ انه هو زيك بالظبط عنده IP في الجامعة وعنده port number فكون عنده سوكت راح ضايف عليها مين؟ لسنر بقى اسمه سيرفر سوكت يبقى الفرق بين الكلينت والسيرفر حكتيه الكلينت عنده سوكت والسيرفر عنده سيرفر سوكت ايه الفرق بين دي و دي؟ ان السيرفر سوكت بيسمع listen ولما يجيله اتصال يعمل ايه؟ accept فكريم زمان البيجر ده كان الاول مفيش اتصال ما تقدريش ترفحك ما فيش خط ده مجرد بس ابلغك ان انا عايزة يعني كان بس اعملوا تلفون الاردي بس مثلا ايه؟ انت معا الجهاز فانا عايز اكلمه فانا اكلمه فانا اكلمه على البيجر بتاعه فيظهر له بس ان انا متصل به لكن ولا في رب ولا في اي حاجة فاهمي اتصال اتصال اه ده زي كده ازاي هو جاله الاتصال هو عادي يسمع الجهاز بتاعه ده الاسم جاله الاتصال مني بس كده خلاص انتهى الموضوع فاحنا عندنا كده دلوقتي عندنا سوكت ده اللي بيقدم الطلبات اقاسف ده اللي بيطلب الطلب عشان كده اسمه client والسيرفر سوكت اللي بيتلقى الطلبات ولازم دلوقتي التليفون بتاعنا بقى فيه سيرفر سوكت يعني ايه؟ يعني حضرتك لما لما علي يتصل بي فانا حيجيل الاتصال اللي هو السهم اللي احنا عاملينه ده انا السيرفر دلوقتي التليفوني هو السيرفر صح؟ لو انا مردتش عليه هل حيكلمه؟ لازم نعمل ايه؟ حتى الزرار كان زمان في التليفون مكتوب عليه هي المثل في الجافا اسمها يبقى لازم السيرفر سوكت يعمل ايه يا جماعة؟ يبقى الانتصال فايتفتح فاناته اللي بيتكلم مع بعض طب العكس انا اللي اتصلت بيه اللي هو السيرفر عنده سيرفر سوكت وانا عندي سوكت عادية وصلت الفكرة احنا بنتكلم على التليفون لكن دلوقتي احنا الحقيقة احنا بنتكلم على ايه؟ على مستوى البيسي تعالوا ندخل على السلايد بتاعنا بيقول لك يا أستاذ احمد بيقول لك الفورت هو عبارة عن يعني بيترجم الى وتمانين ده بتاع الويب والفتي بي خمسة وعشرين او واحد وعشرين والسوكت هو آلية السماح للبرنامج يتبادل معلومات بين برامج مع برامج اخرى مش حفظ التعريف ده ومالقيت الحفظ ولو انه بعد انت قلتوا في الامتحانة الدكتور عايز التعريف من الكتاب فده التعريف اللي في الكتاب نعرفه بقا مش حادر اقول لكم مش حفظ السوكت هو ميكانيزم آلية برنامج بطريقة معينة يعني كانوا بيسمح للبرامج انها تتبادل المعلومات مع البرامج الاخرى او بيسمح ان الكمبيوتر بتاعك ان يتبادل المعلومات مع الكمبيوتر الاخرى والمهمة بقا بصراحة دي السوكت بيتكون من ايه فورت نمبر و اي بي ادرس والسوكت بيكون موجود عند مين عند مين يا جماعة عند الكلام وكتابة السوكت في الجافا ازاي بس احفظوا لنا السطر ده مش مطلوب من النقل اكتر من كده بكتور لغى الكود فسوكت اس يساوي نيو سوكت لحد بقاة اخذنا معلومتان يا شباب واحدة اسمها url يساوي new url بقاة اختاciones بتاعا السيرفر اسمه ايه اهو جوابة جديدة asınaس الرقم الطين المين الرقم التاني ده اقصى عدد من يستوعبهم. شفتوا الإلمس. لما تدخلوا عليهم تسليم الواجب. تدخل انت تسليم بالليل بقى الساحداشر والنسبة اخرين. تدخل تسلم. تدخل تسلم. تدخل تسلم. تدخل تسلم. ديجي عند عدد معين تيجي تحمل يضرب السسم. ليه? عشان هو حطت ماكسمام. هم لازم يحطوا كده عشان يشتغل كويس. شايفين الرقم تلاتين ده ايه? ماكسمام كلاينت كام? يعني اقصى احد ده اقدر استوعبه تلاتين. طب ينفع اكتر? انت يعمل بس لازم السيرف بتاعك يجو قوي ويستوعب اكتر من تلاتين. فالجامعة العربية مسلا مفروض تعمل مسلا اقصى عدد طلاب في واحد في مادة واحدة متين. يبقى لازم يخلي الرقم ده كام? متين. عشان يسمح لكل الطلاب يدخلوا في نفس الوقت. وضحت الفكرة جماعة. يبقى تلاتين دي ايه? اقصى عدد من الناس تتصل في نفس الوقت. اسمه سيرفر سيرفر. وحتة خطيرة اخيرة اسمها ايه? اكسبت ما انا قلت لك زي التليفون بالزبط. انا لما اتصل بحضرتك. انت مش هترد علي الا لو عملت اكسبت عند السيرفر عشان اس اس دي اختصار السيرفر سيرفر. وايه اوت ستريم وايه ده اللي هو للفتح قناة اتصال بقى. احنا هنكمل موضوع الاتصال. هنشوفه دلوقتي ماشي ازاي في السلايدات الجاية. خلينا بس نكمل. طيب ايه الاكواد اللي علينا. وايه الاكواد اللي مش علينا. بصوا انا هنقول لكم على حاجة. انتم فتحيني الصفحة اللي جنبها صح? اللي بعدها. انا عايز اكتب الكود اللي هيجلنا زيه في الامتحان او مطلوب من لنا. اليونت ده كله الكلمتين النظر اللي خدناه في الصفحة اللي فاتت دي. والكود اللي احنا اخده دلوقتي بس. بس. والباقي ملغي. والباقي ملغي. ركزوا معي كده. ايه احنا 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 متى سوحة ده تحدي ضيط الكود انا ا Admiral. احنا احنا ارجاع الكود القيام لها типа وناهيه اثنان عشره حواجه period احنا اعتوجات شيء بخش Control name. celita skill term. اعلمات النظر البحث Ally. 컨تر ابي كده يريد أن نقوم بعمل web browser تركزوا معي كده web browser يعني شوفت حضرتك أنتو بتستخدموا إيه براوزر في الكمبيوتر تستخدموا جوجل كروم أو Firefox أو Internet Explorer فلتكتبين بواقع؟ هو إيه فكرته؟ إنه في مكان تكتبين فيه العنوان يأخذ العنوان يروح يدور على العنوان يجيب لك المحتوى في الصحب نحن هنعمل بردانك بيعمل كده كده الكود بتاعنا دلوقتي بيعمل بيعمل web browser يلا نعمل web browser أول خطوة حكتب public class تركزوا معي مليش دعو بالإجابة اللي مكتوبة أنا عايزكم تركزوا public class my browser أنا هسميه web browser هو مسميه عندكم في السلايد web reader اسم الكلاس على كيف ما نفتح عقواس ونبدأ نشتغل أول حاجة هنعملها أنا عايز إيه؟ أنا عايز أتصل بالسيرفر أخذ منه المعلومات أعرضها عندي في صفحي أو أعرضها عندي print out صح؟ أضعها يبقى حامل الآتي buffer reader فاكرين ال buffer reader؟ هنعرف شوية حاجات أول حاجة هنعرفها buffer reader فاكرين إحنا كنا نسميه إيه؟ PR فاكرين كنا نسهل لا لا خلينا بس تعريف يبقى عرفنا إيه يا جماعة؟ buffer reader طيب كمان أنا عايز أتصل من خلال URL فهنكتب كلاس جديد النهاردة اسمه URL هسميه URL ماشي ولحظة عليك طبعا خلي بالكو لازم import statement اللي هقوله دلوقتي حفظه buffer reader URL هستعمل لها the package package اللي هتعمل لها import وده كمان nu package هتعمل لها import url import java .net جديد .net .start أي حاجة تخصى الانترنت socket server socket URL بتوع النهاردة كل هما مكنين في package جديدة عدارة اسمها .net صح كده؟ طيب والبوفر ريدر موجود فين ف-io input output يبقى لازم اعمل import تانية import ايوة خدناها دي في الفايل لو تتكره فهو الفايل وال url اسف والبوفر ريدر السكانر لا السكانر فين موجود utility طح؟ ماشي import java io اي اختصار input output المدخلات والمخرجات اي او هم مسميينها كده dot star مثلا يبقى انا كده عملت الاتنين import طبعا ده مش معنا ده مش سطر ده العنوان المفروض الاتنين import دول مكانهم هنا كده صح؟ بعدين كتبت ال class عرفت الاتنين object اللي عدي تعالوا نشتغل شوية نشوف هنعمل اول خطوة هعملها انا مليش دعو بالمكتوب في الحل ركزوا معي اول خطوة هعملها هنشق object طب انا حد يعرف يمليين public شباب سؤال المتحان هيبقى كده public برابو عليك استنى واحدة واحدة web browser احمد بيقول لي web browser ما تعملش قبلها return اللي ان ده constructor وانا بقوله ال constructor ده فاضي مش بياخد حاجة هيعمل كده حننشق object ده و object ده يبقى be are you saw new صح؟ buffer reader فاكرينها طويلة دي buffer reader قبل المترم قولنا ما فيش غير مثال واحد والباقي كله عملوه بسكانر بعد المترم لازم نستعمل ال buffer reader اسمها buffered reader buffered reader بعدين انا عامل ال buffer reader ليه؟ ليه عاملين ال buffer reader حد عارف؟ يقرأ من الملف يقرأ من الملف تيبة حتكتب جوه object تاني اسمه new input stream reader input new stream new ايه اسم؟ input input stream reader دي كلمة واحدة على بعضها موجود عندكم في السلايد يعني صح؟ ولاها اقواس وبعدين في قوس كبير صح كده؟ بس نايسها حاجة كده كاملة كده كاملة تماما new input stream reader تحديث استمى بس استمى كنا زمان بناجي في الأقواس هنا كنا نكتب system end لو هنقرأ من اين؟ من ال user ولا لو هنكتب من الملف نقرأ باستخدام new file صح؟ كنا نكتب الملف هذه المرة هنقرأ من اين؟ اه لا لا اريد اوضعها الأول عشان ايه؟ شايماء مش معانا بصوا شايماء الحتة ديه كل الموضوع تكمله على قبل المتر ما أبعين يعني أنا يعني ما أعنيش هذه البرنامج لعالجازة احنا كنا بنتصل قبل كده بقناة اسمها ريدر فاكريني الرسمة دي وانا قول ريدر وعندنا اثنين ريدر طبعا نسيبك من سكانر وبفر بقى خلاص احنا كل شغلنا دلوقات ايه؟ بفر كان عندك تقولي لي تقرأي من السكرين من الشاشة صح يا جماعة والسكرين كنا بنقرأ بكود اسمه ايه؟ system.in. ولو كنت حقرأ من file كنا بنكتب كده. new file. ده اللي عملناه في الواجب. new file. وفي العباس نقول له الفايل بتاعنا فين? C. نقطتين. اسمه مش عارف كذا كذا. .text صح? النهاردة فيه طريقة جديدة. حقرأ من السيرفر. ما أنا عايز أتصل بالسيرفر مش حقرأ من ملف ولا حقرأ من اليوزر بالكيبورد. ده أنا حعرأ منين? من السيرفر. يبقى انا مندي السيرفر بالنسبية لي هنا عبارة عن حاجة اسمها URL. يبقى الجديد دلوقتي احنا هنفتح اسمعوا. فتح قناة اتصال على URL. نفقنا? ها تكملها على الجزء بتاع المترم. يبقى معنا كده اللي قبل المترم معنا? معنا. ايه اللي معنا فيه? عمره ما هيقولك القرائي من اليوزر. ولا هيقولك القرائي من الفايل. لازم يقولك القرائي من ايه من URL. تعالوا بقى نكمل المسألة. يبقى احنا كده فهمنا على القل الجزئية دي. يبقى فهمنا هنا. اجيب بكده شوية. يبقى كده القوز ده معلش. اوضح بس عشان الناس يبقى الكود كامل معاهم. خمسة حقات دي عشان نشفلها كده اللغبط. طح. اعلم نكتبها تاني. عشان حتتحفظ. ده كله مفيش غير الكود ده اللي حفظه. بس. فأظن يستاهل بقى يعني نحفظ كود واحد لليونت. يسوي نيو بوفر ريدر. خليك معايا. خليك معايا. نيو. انت عايز تقرأ. ستريم. دي عشان تتحفظ مفيش مجال. ستريم. ها كمل تحت عشان ما عنديش مكان ريدر. كنت حضرتك زمان في الاخواز بتاعت الامبوت ستريم ريدر تديله حاجة من التلاتة ادنية للقوص الكبير اللي هو بتاعديه. صح كده? هنا دلوقتي كنا نتديله يا اما الفايل يا اما سيستم ال. المرة دي حن نتديله ايه? يو ار ال. بس هو فين يو ار ال. اللي هو مين ده? شايفين ده? اهو. يبقى حنديله يو ار. بس لازم اقول له .open stream. . method get مهمة. open stream. يبقى دي الحتة الحمس. يبقى دي الحتة الحمس. اعلم عليها كده عشان الناس تبقى معايا. ده الجديد يا جماعة عن المترن. طيب وبعدين. انت كده عرفت مين? عرفت مين? عرفت ال. بي ار. نقصك ايه يا علي? تعرف. ال url. ur. يساوي. new. تكملة الكود ما احنا جواك نستراكتو. new url. وتديله ايه? الاي بي او البورت. حيدهولنا في الامتحان. محدش يقلق. اذا ديه في الامتحان الدكتور حيددينا الادرس. فمثلا افرد قالك الادرس. www.aou.com مش? طب اداني البورت مش عارف ايه? اي حاجة يديهني هكتمة في الامتحان. انتهينا. ويبقى لحد اللحظة دي. حضرتك حفظتي ال بي ار. فتحت قناة اتصال بالبوفر ريدر. وحددت العنوان اللي حنتصر بي. نظبوط كده. يبقى حددنا الان. طب يلا ننفذ. احنا عايزين ايه دلوقتي? عايزين نقول كده. انا دلوقتي لو كتبت اليو ارقل بقى. حطيته في ال بي ار. يبقى انا متصد بالسغر. يلا نقرأ. انت هتقرأ كم سطر? هتقرأ سطحة واحدة? سطر واحد. يعني انا حضرتك المدخولي على موقع الجامعة. يجيلك اول صدف الجامعة ولا كل سطور? نعملها ازاي؟ اما كنا بنقرأ من الملف لحد نهاية الملف لازم حد يقول. لحد فين؟. لحد فين؟. لحد واحد. صح واحد. صح واحد. كنتم تكتبوا ايه ديها؟. انا اقصر. ها؟. انا اقصر. انا اقصر. لا اقصر. ماشي. انتم فكرتم صح. بس انا اريد افكر من الناس. اولا انا اريد اقصر افريدي قالك اتصل بالسيرفر وقري خمس سطور. تعمله ايه؟ علي. الكلام اللي جاي مهم علي. اه فور لوك برامو عليك. فور من واحد لكم. بس كده معناها ان انت هدخلي على موقع اللي اندي عايز تخلي على ايه واجب كم سطور؟. لكن احنا ندخل على موقع بنكتب دابلي دا ولي كذا. بيجيب لنا كل سطور. ايه كل سطور دي؟ كل اللي موجود في السيرفر. فزمالك قالوا لي ايه؟ قالوا لي استخدم وايل. لا وايل. وايل احنا نعمل ايه دلوقتي؟ سطر الويل. ليه الويل؟ مطلوب طرائب كل سطور السيرفر. ده معنا السطر اللي جاي. بصوا بقى ركز في السطر اللي حكتبه ومراكش لعب المكتوب. P R dot read line. حد فاكر read line؟ ما هده الميثود بتاعت ايه؟ بتاعت البوفر جراب عليك. Not equal null. صح؟ انا بغت بس حاجة. Not equal null. طالما السطر اللي جاي استمر. 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 اهي. اللي عايز يكتب شرح. طالما read line. يعني السطر التالي من ال B R. B R بقرأ من الموقع. U R L. طالما السطر التالي not equal null. يعني فيه سطور جديدة. هكو السطور الجديدة. اقراها ازاي؟ اعرف string. خليكم معي شوية. string. string هسميه ايه؟ هسميه S يساوي فاضي. اول حاجة ولا حاجة. حاوم اقيل S يساوي P R dot read line. يبقى انا بسأله بقوله اقرأ سطر جديد. هل فيه سطر جديد ايوة. هاد السطر الجديد خزنهوني فين؟ في ال S. بعدين اعمل system out dot print S في اتباع لي الوقت او اعمله بقى جيو اي اعمله زي ما انا عايز. مهم ان هو ده الجزء اللي يهمنا. ده لو عايز اقرأ كل سطور. ده لو عايز اقرأ كل سطور. يبقى دلوقتي system. ايوة. dot out. dot print. print line. اقرب اثم. انا كده كين بالظبط كتبت www. CNN فاجب لي كل الاخبار اللي في CNN. طبعا. في الحقيقة البروزر ال professional ده ده الوان وصور. لكن احنا لسه بنعم البروزر ايوة. يعني اه مبتدك بسيط ما بيجيبش الصور. بيجيب ايه. الكلام بس. لكن عشان نجيب الصور ده قصة بقى كبيرة عايز اداة. لكن احنا كده خلصنا ايوة. خلصنا سيرفر. اهم ما حاجة بقى فيه جزئين مجموين فضلين الجزء الاول طبعا انا ما قفلتش الكنستركتور وده غلطة كان مفروض اما عرفت ده اعملت سطرين واسكر الكنستركتور وابدأ اعمل الويل بتاعتي ده من اول سطرينج ده بره الويل وده بره الويل ماشي احنا اتكلم عن الكود بتاعه دلوقتي بس خلينا نكمل عشان تفهم اللي حيجبت في الامتحان ماشي؟ حضرتك قريتك كل الملفات لازم تقفل كل قنوات الاتصال فكرين يجماعة لو لم تقفل كل الملفة يبقى انت بتهدر الويل يقولي يقفل ايه؟ اقول هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اتصال لكن هناك حاجة مهمة جدا حد شاطر يقولي هل هناك احتمال للخطأ؟ اعتمال للخطأ من الاكسبشن مالfik رايكتش لكن ايه هو الاحتمال للخضاء؟ احد تعلم؟ الغلط حكتاني. يكون الملف اللي انت تلطين من الموقع من الجامعة منسوح مش موجود. والإرسابشن بيبقى اسمه ايه هنا؟ ايوه؟ فايل نوت فاول. فيه إرسابشن جديد ان انا هنتعلمه. زمانتكو قررت لي كتب العنوان فانا كتبت www.aou.quit فبدل مكتب k,w كتبت ky. ايه انا كتبت العنوان صح؟ ايه. فايل اكسبشن جديد اسمه مالفورمد url. يعني العنوان خطأ. يبقى فيه غلطتين محتملين في الكود اللي قدامنا. يا اما الملف مش موجود يا اما انا كتبت العنوان خطأ. صح؟ يلا فيه 2 كاتش. احنا اخذنا الكلام ده عملكده؟ تعالوا نشوفوا عملية. يلا بصوا معي وصيبوا القلم وخليكم معي شوية. اولا انا احط فيه الـ try and catch في البداية خالص كل الكود لان البفر ممكن يكون فيه غلطة من هنا. قبل وكتب try. وفي الاخر خالص. واعمل ايه؟ catch. اتنين catch. تكير. اتنين catch. الكاتش الاولى مال. اه ماشي. بس انا عايز اقولك على حاجة. والدكتور هنا في الامتحان فيه سؤال جاه. هاوروه لكم في الـ revision. والدكتور هنا سألهم هل مهم الترتيب ولا لا؟ حد ديك مثال سهل اوي بيوضح لك الصورة. تي معانا ولا ايه؟ ماشي. تخيل كده ان احمد قال لي انا عايزك تروح الجامعة. الجامعة هي. عشان قابل الدكتور المادة او احنا قلنا لا احمد. روح الجامعة. احمد ما يعرفش فين الجامعة. هم ندينه الانوان. فقلنا لا احمد روح الجامعة قابل الدكتور وهات منه الاسئلة الملغية. مش هما لقوا حاجات شفتر تسعة فا احمد عنده مهمتين. انه يوصل الجامعة صح؟ وانه يقابل الدكتور. فيه احكمال ايه المشكلة تحصل؟ ان احمد يغلط في العنوان ويروحش الجامعة. طب روح الجامعة ممكن الدكتور مش موجود. صح ولا لا؟ يروح الجامعة يبقى دي مين؟ مين عندنا؟ العنوان. وبعدين الدكتور اللي هي فايل نوت فاوند. صح ولا لا؟ مين الاول لازم تحصل؟ العنوان. مستحيل يحصل الررور اللي فايل نوت فاوند. الا لما يكون حصل الررور بتاع ال URL. يبقى تتراي وكاتش مهم الترتيب. مين الاول؟ ال URL الاول. وصلت ايه مع الفكرة في الناها ان انت عمرك ما هتكتشب ان الدكتور مش موجود الى مطروحي. يبقى الاول ال URL علي. وبعدين الفايل موت فاوند. حد تفهم انا بقول ايه وانا بقى ايه. شمعايا. كويس يبقى يلا قولولي الكاتش بقى اكتب ايه. نتكبر شوية كده ونكتب مع بعض. انا مش مهتمل خلص بالكود المكتوب. عايزكم تتفهم الفكرة انتو هتكتبه في الامتحان. ها كاتش. اسم الكاتش اسم الاكسبشن لازم يتحفظ. مال مال فورمد. يعني فورمد يعني صيغة خاطئة. مال يعني تالفة. فورمد يعني مكتوب غلط. كتبت ال www من غير النقطة. اذا ده مال فورمد. ايه اللي الخطأ؟ U R L اكسبش. في الاكسبشن اسمه ايه؟ طويل. لازم نحفظه. كاتش وحيكون في ايه؟ error بقى systemout.print رسالة الخطأ صح؟ بعدين في كاتش تاني. ها كاتش كمان مرة. مين يقولي بقى؟ ها برابع عليك. file not found. file not found exception. وهيبقى برضو error E كده. وتحتها ايه؟ رسالة الخطأ systemout.print ايه كانت ايه؟ بس خلصنا اليولد. خلصنا اليولد. خلصنا اليولد. بس عايز اقول كلام مهم. يعني شوية حاجات بقى. تعالوا نفتح الكود كده. يا استاذ. ها نجيبلك جهاز تشويش. ها نجيبلك جهاز تشويش. ها نجيبلك جهاز تشويش. ها نجيبلك كل دي ايه بس كتلك الفود. ها. ها. اللي احنا خدناه النهاردة. احنا حاول تكتب الكود الكامل. واللي مرهمش علي. ها قلتلك بس اجل لنا المحاضرة. عديك الفيديو. اترجع عليها. لو ماشي الحل. هنعمل كده في المحاضرات الجاية. اه. على revision. url. اللي عايزكم تحفظوه في الكود اللي خدناه. وتعالوا نراجع. اول حاجة جديدة تعلمناها النهاردة يا شباب. ان url. اه. كلاس جديد في الجافا. عنده مثل مهمة اسمها. اوپن ستريم. ده النوع الجديد بدل فايل ريدر. فايل ونقرأ system in. النهاردة بقى url. اوپن ستريم تو ايه. هتفتحي قناة الاتصال مع ايه. الويب ريسورس اللي هو الموقع اللي هندخل عليه. طيب ايجزامبل. the following class. اسمه. اسمه. ويب ريدر. احنا سميناه ويب براوزر. اكسس ويب سايت. بيدخل على الموقع الالكتروني. ويعرض محتويات الموقع. كل محتويات الموقع ستجيبها بويل لوب. لو قال سطر واحد يبقى اقرى سطر واحد. دريد لين مرة واحدة. لو قال عشر سطور من الموقع. ما كان بيقولك كده. ادخلي على موقع الجامعة. الصفحة معينة فيها جدول الطلاب. هتلنى اول عشر درجات للطلاب. يبقى موقع واحد لعشر. لكن قالك هذه كل الجدول يبقى الويل اللي عملناها. انا اكبت عليها كذا مرة. تعالوا نشوف الحل. هو بقى النظم شوية الكود يعني. تلاقوا الحل اللي مكتوب غير الحل اللي احنا سويناه من شوية. ليه؟ هقول لكم. هو عمل ايه؟ لازم نفهم برضو الحل ده. هو معرف الاول بوفر ريدر زي ما احنا عملنا. بس هم سميه بفروم ويب سايت احنا سميناه بي ار. بتعمه اسهل. بعدين. عمل كونستراكتور. خدوا بالكو. ماشي ماشي. خدوا بالكو. عمل ايه هنا؟ عمل الكونستراكتور. ده ايه؟ ده الكونستراكتور. شوفيه. أليس الاكتب. شوفيه. شوفيه. اه شوفيه. شباب. هو عمل كونستراكتور. سمك كونستراكتور بنفس اسم الكلاس. عمل فيه ميل. يو ار ايل زي ما عملنا. صح؟ وقال يو ار ايل. احنا سميناه يو ار. نيو يو ار ايل. والادرس. مين الادرس؟ دكتور حيديكم الادرس في الانتحان. بعدين البوفر ريدر. نيو بوفر ريدر. ادي الجملة الجديدة. نيو امبوت ستريم ريدر. يو ار اللي احنا عملناها بدل يو ار ايل الكبيرة دي. دوت ايه؟ هي دي الحتة الحفص. هي دي الحتة الحفص. الجديد عندنا او بن ستريم. لو سمحت. اه لازم او بن ستريم. هي دي اللي حتيجي في الانتحان. لازم دي. الاسم الموجود بالسؤال يعني. بس هو مش هيقول لي هالك في سؤال. لا ده ده الشرح المحاضرة. انت هتكوني حافظة ان نازم تكتبه. صح? انت حفظوا الجدول الحل اللي انا كتبت وروبوس فيه اسهل. يعني اسهل من الفرميات دي. بعدين هو بقى ما اسبش الوايل كده. لا رح عامل متود اسمها يا جماعة. شايفين؟ حط فيها الكود. يعني سطر دي متود بتطبع. طب تعالوا نشوف بتطبع بتعمل ايه؟ بيعرف سترينج عشان يقرأ بريد لاين. وبعدين ويل ان ريد لاين نوت ايكوال نال. صح؟ ويل ان ريد لاين. فبدل ما يكتب ريد لاين زي ما احنا كتبنا كتب ان. سمى سترينج ان. وحط الان اللي هو ريد لاين نوت ايكوال نال. اطبع المحتوى واقرأ سطر جديد مرة تانية. وبعد ما تخلص يعمل كلوز. طب والمثود اسمها ايه؟ المثود اسمها ايه؟ برينت اللي حط فيها الكود كله. رح عامل مين مثود؟ انشأ اوجيكت ورح عامل برينت. ليس مطلوب مننا الكلام ده انا بس بفاهمكم. الكود ده مطلوب يعني بيعمل ايه؟ لكن احنا عندنا السؤال بتاعنا في الامتحان زي ما انا عملت كده. هو ده المطلوب مننا. نعرف البوفر ريدر. ثاني كده نراجعه بسرعة. نعرف البوفر ريدر. نعرف ال URL. نعمل كونستركتور. طبعا انا بس غلط في حاجة او مش غلط. يعني انا باشرح استعجلنا بشار حاجة. المفروض ننشئ مين الاول. وبعدين نعمل البوفر ريدر. يعني ترتيب المنطقة بيقول كده. وانت ازاي هتعملي PR وتديله open stream وانت لسه بعدين هتعرف ال URL. بالعكس. بس السطرين دول يجدلوا مع بعض. وبعدين عمل string. وبعدين arena السطر. وكل ما نقرأ سطر نخزنه في string. ونطبعه على الشاشة. ونقفل ال close. وفي الاخر فيه try and catch. هتلوى عمل try and catch او اتنين catch. ويا شباب الترتيب في try and catch مهم. وقلت لكم الدكتور بلازم الاول تعرف العنوان. بعدين تقابل الدكتور. يبقى الاول اللي ممكن يحصل هو مين. هو malformed url. غلطت في العنوان. بعدين الاكسبشن التاني. اللي هو input output exception. او احنا سمينا ايه. نفس الحاجة ايه. نفس الشيء. خلاص. السؤال مكتوب تحت او. ايوه. مكتوب ايه يا احمد. مكتوب why do the catch close in the constructor web reader need to be that specific order. ليه الorder لازم يكون بالشكل ده بتاع الكاتش. خلاص. what happened if we swapped around. يعني لو بدلناهم. لو بدلناهم مش هشتغروا الطريقة صفيفة. في اجابة موجودة في المراجعة حملية ان شاء الله. يعني هم ناقش فيها بالتقسيط. اخر جزءة section unit ده. والدكتور لقى الكود بتاعه. في طريقة تانية بدل ما اتصل بطريقة url. في طريقة تانية نتصل بها direct. يعني ايه direct؟ يعني انت عندك صفيف وانا عندك live. اديني عنوانك. قولي قولي. اديني عنوانك وانا اتصل بك مباشرة. لان كبا جماعة. ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا مش هنعمل بقى موقع url. وانا اتصل بال url واخد معلومات. لا ده انت هتديني عنوانك. فانا هاخد ال ip بتاعه هو تحديدا. عشان ليه؟ ليه نعمل كده؟ شفتوا برامج التشات زمان من ms messenger. تعملوه صح؟ فانت بتشغل المسنجر عندك. وزميلك ينالي تشغل المسنجر عنده. وانت تتصل به. فانت ال client وهو server. تعملين ازاي؟ فانا بيعمل ال class 2. وحد ل client وحد. مش url وكل الناس تدخل عليه فيه فرق. اللي احنا حلناه من شوية ده اسمه n tier. n tier يعني ايه؟ يعني واحد server وكل الناس تدخل عليه. صح؟ هو عنده بقى database tier ثالث وهكذا. لكن اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. 2 tier. client و server. واحد مع واحد. نفعنا؟ و الكود ملغي مش علينا. الكود ملغي. طيب تعالوا نقرأ كده. فكرة ال client. ادي كود ال client. اي واحد فينا عنده اياه يا جماعة. عنده port number. وعنده url. وعنده ip address. الكود بتاعه هيكون ازاي؟ الملغي. الكود الملغي ده النظري بتاعه. النظري علينا. لو قل الكود ال client. create socket واحد. create socket. انشاء socket. بعدين. فضح قناة اتصال للقراءة والكتابة. كود بالك. انا انشأت socket الخطوة الاولى. بعدين انشأت reader الخطوة التانية. بعدين. حتى بدل المعلومات. send receive. دي خطوة التالية. ولما خلص. لازم اقفل stream. الخطوة الرابعة. والخطوة الخامسة ان انا اقفل socket. هو ليه في اتنين close. ليه في اتنين close. اعديكم مثال. انا بتكلم احمد على التليفون. هو مش المفروض ان انا اتصل برقم احمد. يبقى ده مين؟ ده socket. صح؟ طيب ولما احمد يفتح الخط. احنا لاتنين ساكتين. هل في stream تبادل معلومات؟ ثم انا ابدأ اول حاجة اقول له ايه؟ الوق. صح؟ فكده انا اتكلمي. فهو هيرد علي سمعني. يبقى كده في stream. يبقى فيه قناتين اتصال. قناة النتورك. اللي هي الخط مع الخط. وقناة الحوار اللي هي اللغة بيننا. طب لما انخلص. هو هيفلس الخط كده فجأة. ولا هيقول لي مع السلامة. يبقى احنا ننهي الكلام. بعدين نعمل ايه؟ ولا انت وانت تتكلم مع حد. لا. يبقى معنى كده ان فيه اتنين open. اتنين open و اتنين close. ايه هما الاتنين open؟ open socket. يعني افتح الشبكة. open المحادثة. يعني ابدأ اتكلم. وانت بتقفل. هتقفل مين الاول؟ تقفل الشبكة ولا تقفل الكلام؟ ايه. يبقى قفل الاستريم الاول. وبعدين نقفل. اهو. بصوا كده. اول حاجة فتحناها open socket. اخر حاجة قفلناها open socket. ثاني حاجة فتحناها open stream. اللي قبلها فقفلناها ايه. او قبل الاخيرة كانت close stream. بس انا حاجة اخد ولا حبعد. الاتنين. حبعد واستقبل. عشان كده كتب لي. writer buffer reader. شايفين جوه مكتوب ايه؟ خلاص مالغي الكود. print writer buffer reader buffer writer. كل ده كان موجود عندنا. طب والنحية التانية. مش هيشتغل البرنامج الا لو فيه مين. اللي لو فيه سيرفر. طب تيجي نقرأ. السيرفر عنده ايه؟ اوعى تغلصك. عنده لا غلط. عنده سيرفر سوكت. ادي الاختلاف الاول. سيرفر سوكت يعني هو كمان عنده network layer. بعد كده السوكت لما تجيله. اللي هو الاتصال بتاعك لازم يعمل ايه؟ ايوة دي رقم اثنين. يبقى بيشغل سيرفر سوكت. بعدين رقم اثنين accept. بعدين رقم ثلاثة. نبدأ نتكلم. ارسلي معلومات وارسلك معلومات. نتبدل معلومات. لما هيقفل. نقفل مين؟ نقفل مين؟ نقفل مين؟ نقفل الاول. وفي الاخر نقفل مين؟ السوكت ده اخر حاجة بتاعنا. اخر سؤال يجي في اليونت على الجزئية دي. مين اللي يشتغل الاول؟ يعني. يعني. لو انا عايز اعمل رن. على فكرة. عايز اقول لكم على حاجة. ده كام زمان بقى؟ كانوا يجدوا كودية وليست وحد. وكود الثاني لومين مثوت. نقفل مراتين. مرهة لالكلاينت ومرهة للسيرلر. من اللي يجب ان يكون رن. واول؟ مين؟ الموقع؟ يعني. التربة؟ اه بالزبط. تخلي موقع الجمع ليس نظري. وحضر لك بخط تفين هم السيرلر. وحضر لك دخلت بجهازك. وستكتب عنوان موقع الجمع. لازم قبل ان انت تتصل وتشتغل لازم هو تقول قاعد يسمع صح او لا عشان يستقبل الطلبات فالبقى هنا الترتيب مهم لازم السيرفر running first The server should be run before client be run لازم واحد قبل التاني يبقى نكتب كده Server must be run before client running يعني نشغل اول server بعدين client كده نبقى خلصنا اليونت نحوق قف شوية هنبدأ ايه ناخد اليونت الاخير اليونت الاخير انا همليكو يعني كل اليونت كتابة هنكتب جدول كبير مع بعض هتكتبوا معي فرقة هو اليونت كله كتابة ما كهوش اكواد ولا حاجة